أزمة الكهرباء كابوس دائم يرافق العراقيين في جميع فصول السنة وخصوصا في المناطق النائية في الأنبار المواطنون عبروا عن استياءهم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مع ارتفاع أسعار الأنبيرات في المولدات الأهلية الذي وصل لعشرين ألف دينار عراقي للأنبير الواحد أو ما يزيد عن ذلك الكهرباء الآن صار بعشرين ألف يعني أكو ناس والله ما تقدر على العشرين ألف العشرين ألف والله مهينة تروح تحاجج أبو المولد تقول لها يا أخي أبو المولد اش دعوة أبو المدينة ياخذ خمسة آلاف وسبعة آلاف انت ليش تاخذ عشرين يقول لك والله نقاز مين طوني يعني من هو واقع بيها؟ واقع بيها المواطن الفقير نحن نعاني ما نعاني من الكهرباء يعني الأنبير هنا عندنا حالياً الأنبير بعشرين ألف وباقي المناطق الأنبير وصل بست آلاف بعشر آلاف بالزايد ماك لا رقابة عليهم أو فتشي يعني يطلعون نعاني ما نعاني من الكهرباء هذا جان الصيف دنيا حار وطالب المواطنون الحكومة المحلية والجهات المعنية بالرقابة على أصحاب المولدات الأهلية كون أن البعض يتلعب بالأسعار بدون حسيب ولا رقيب نعاني ما نعاني من الكهرباء كهرباء أو الفغراء الوطنية إذا تجي الوطنية ساعتي بالنهار يعني بعد مشي في الوطنية خلاص ينشينوا عبن أطراف ما حتى تطلع علينا رغابة نلتجوان للمولدات المولدات رسلت 25 و 20 ألف تجي على المولد جر أنا حسناً بالنسبة لي وينتظر العراقيين حلولاً واقعيةً لوعود حكومية طال انتظارها وعود بأن لا تتكرر معاناة مواسم الصيف الماضية وبأن لا يوجد أزمة تلوح في الأفق من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر